يوم الأحد في العشرين من يناير كانون الثاني الجاري شرف حضرة الخليفة الخامس أيضا الله تعالى بنصره العزيز الجلسة الختامية للدورة التدريبية الخاصة بدار القضاء في الجماعة الإسلامية الأحمدية والتي أقيمت في مسجد بيت الفتوح في لندن وقد احتفل هذا الحدث بمرور مئة عام على تأسيس دار القضاء وحضره مندوبون من جميع أنحاء العالم ستقوم امتئئة العربية ببث تغطية لهذا الحدث في الأيام والأوقات التالية